موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الرياضية يبدوها بأبرز العناوين خلال لقائه السفير الايراني وزير الشباب والرياضة يؤكد ضرورة استناف العمل في ملعب التاجيات موسيقى غدا منتخب الشباب يخض وديته الاخيرة في معسكر تركيا ومنتخب الصالات يبدأ رحلة الاعداد للاستحقاقات المقبلة موسيقى غدا انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتاز ومباراة الكلاسيكو يتصدر عنوين الجولة موسيقى في قرعة كاسي ملكي اسبانيا برشلونة يواجه ريال مدريد وأساسونا يلاقي أثلتك بالباو موسيقى اهلا بكم اكد وزير الشباب والرياضة احمد الانبرقع ضرورة استناف العمل في ملعب التاجيات في العاصمة بغداد وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة ان وزير الشباب والرياضة احمد الانبرقع استقبل في مكتبه السفير الايراني في العراق محمد كاظم الصادق وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأطر تطويرها واستثمارها بالشكل الامثل وبحسب البيان شدد الانبرقع على ضرورة ايجاد حلول مناسبة لاستناف العمل في ملعب التاجيات ووضع الأطر القانونية والادارية من جهته دعا السفير الايراني الى تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين والاستعداد لدعم الفرق والمنتخبات العراقية بمختلف الألعاب وابرام مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين يواصل منتخب الشباب بكرة القدم معسكرة والخارجية المقام حاليا في مدينة أنطاليا التركية استعدادا لنهايات كأس آسيا التي تستضيفها أوزباكستان في الأول من آذار المقبل وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قهتان المالكي أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أخيرة يوم غد أمام أحد الأندية السويسرية تحت عشرين سنة وسيحاول الجهاز الفني إشراك تشكيلة مغايرة للتشكيلات التي شاركت في المباريات السابقة لمنح الفرصة لللاعبين لإثبات وجودهم واختيار الأفضل منهم وتابع أن المنتخب سيعود إلى بغداد في الأول من شهر الشباط المقبل وسيمنح الجهاز الفني استراحة لبعض اللاعبين بينما سيلتحق القسم الآخر منهم بأنديتهم على أن تعاود التدريبات في بغداد قبل التوجه إلى تشقند لخوض النهائيات الآسيوية يبدأ المنتخب الوطني لكرة الصالات أول تجمع له في العاصمة بغداد للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى الأول من شباط المقبل استعداداً للاستحقاقات المقبلة وقال المنسق الإعلامي للجنة الصالات عدي صبار أن مدرب المنتخب محمد ناظم الشريعة استدعى 22 لاعباً للانقراض في المعسكر الداخلي استعداداً للاستحقاقات المقبلة مضيفاً أن وفد المنتخب سيتوجه إلى المغرب في 26 من الشهار المقبل لخوض موارتين مع المنتخب المغربي بناءاً على الدعوة التي وجهها الاتحاد المغربي أوضح مدرب اللياقة البدنية الدكتور حيدر عبد القادر أن تصريح مدرب المنتخب الوطني كأساس عن إهمال اللاعب العراقي للجانب البدني والتغذية الصحيحة يحتاج لعمل كبير من إدارات الأندية من خلال تعيين مدربين متخصصين بالتغذية مع التزام اللاعبين بالدرجة الأولى حسب تصريح المدرب المنتخب الوطني نعم ما نتفق وياه هناك يعني هناك إهمال يعني بالنسبة كبيرة بالنسبة لموضوع خصصاً جوانب الأخرى اللي هي عوان مساعدة للياقة البدنية منها التغذية النوم الراحة نعم بشكل عام التفق شنون نقدر نحل هذا الموضوع بالنسبة لللاعب وثقافته طبعاً هذا يعتمد على جزئين جزء الأول هو جزء التأسيسي اللي مرهون بوجود كوادر فنية ووجود فئات عمرية ومباريات ودوري لأنه هو التأسيسي من الصغر هذا الجزء الأول الجزء الثاني لازم أنه الفرق دوري بالدور النخبة لازم عندها دكاترة أو طبعات أغذية متخصصين وأكو اختبارات دورية مستمرة للتقييم هذا الموضوع تشوفه يعني صعب يتطبق عندنا أم الموضوع ممكن يتطبق لا موضوع جداً سهن بس هو ماكو إرادة إرادة وماكو حتى أنا أسوي شيء لازم عندي هذه الفكرة عندي هاي المعرفة إذا أنا ما كانت عندها المعرفة وأهمية هذا الجزء وتأثير على مستوى اللياق ومستوى اللياق تأثير على المستوى الفني والتكتيكي أنا طبعاً ما راح أجد ما راح ألقى هذه الثغرة وما راح أشعر بيها ولا أفكر بحلها لأن أنا أصلاً ما قاعد أشعر بيها أنه هي مشكلة لكن المسؤول إذا عرف وممكن هي من خلال هذا اللقاء وغير اللقاء وتصريح المدرب يصير الثقافة العامة أنه لازم لازم أنه يفكرون أنه شون ما نفكر بمدرب أول ومساعدين ومدرب اللقاء لازم أكو طبيب ومعالج وأخصائي تغذية وبالإضافة لطبيب علم نفس وطبعاً أكو فروق فردية سواء مثلاً بكل الأندية بحسب تجربتي مع الأندية أكو فروق فردية أكو لاعبين جداً مهتمين بهذا الجانب وبشكل دور ومستمر خصصاً ما كنت أنا مدرب حالياً هنا وبغير نادي أكو استمرارية بمراقبة الغداء وبعض اللاعبين لا ما أعجبهم هذه الرغبة أو الدارة تنطلق يوم غد الثلاثة منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الكروي الممتازة بإقامة خمس مواجهات حيث يلاقي فريق الكهرباء فريق نفط بيسان على ملعب الزوراء ويحل نفط الوسط ضيفاً على الصناعة بملعب الصناعة ويلاقي دهوك فريق القاسم على ملعب دهوك وعلى ملعب كربلاء تقام مباراة كربلاء مع الحدود لتختتم منافسات الجولة من اليوم الأول بكلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية على ملعب الشعب الدولي على أن تستمر مواجهات الجولة يوم الأربعاء بإقامة أربع مواجهات بينما تختتم المنافسات يوم الخميس المقبل بلقاء الشرطة والنجف على ملعب الشعب الدولي قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نقل مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية إلى ملعب الشعب الدولي وذكر اتحاد الكرة في بيان أن لجنة المسابقات قررت نقل مباراة الزوراء والقوة الجوية المقرر إقامتها غدا من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي وبالتوقيت ذاته وأضاف الاتحاد في بيان أن القرار اتخذ لإتاحة الفرصة لأكثر عدد من جمهور الفريقين لحضور المباراة أذا وستقام المباراة عند الساعة السابع والنصف مساء بتوقيت بغداد سمت لجة الحكام في اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتاز وبحسب الجدول ضمن الطاقم التحكيمي لقيادة كلاسيكو العراق مهند قاسم حكما للساحة يساعده كله من حيدر عبدالحسين مساعدا أول وأمير داود مساعدا ثانيا وسالم عامر حكما رابعا فيما تم اختيار الدكتور محمد كاظم مقيما للحكام أكد مشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير جاهزية الفريق في مواجهة يوم غد أمام الزوراء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتازة والسعي في تعزيز مكانة الفريق في سلم الترتيب يعني أكيد مباراة الموسم مباراة العمر لللاعبين يعني وللجمهور دائما أشوف الكلاسيكو إلى طعام خاص فأني كنصيحة كمشرف فريق كمدرب سابق كلاعب هذه المباراة يجب على اللاعبين استثمارها هي بوابة للنجومية هي بوابة للمنتخب الوطن هي بوابة للاحتراف فلذلك مباراة دائما مع الزوراء إلى طعام خاص فريقين محملين بالألقاب بالقاعدين الجمهورية الأكبر فلذلك إن شاء الله تكون تعزيز للصدارة والتعب اللي تعبنا خلال الأشهر السابقة ككاد التدريب ولاعبين وجماهين إن شاء الله ما يضيع تعبنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يضيع تعبنا ونواصل صدارتنا ونواصل نتاجنا الإيجابية إن شاء الله شدد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي على أهمية مباراة فريقهم أمام القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتازة مؤكدين جاهزية النوارس لكسب نقاط المباراة وتصدر سلم ترتيب الدور الممتاز مباراة صعبة على الفريقين خصوصا مع التوقف الدوري مدة الشهر أعتقد فنيا أثر على كل الأندية مو فقط نادي الزوراء الرياضي أثر على كل الأندية قبل كل شيء نتمنى نقدم السويليك باسم الزوراء واسم قوة الجوية وهذا أهم نقطة يعني يطلع الجمهورين هي فرحانين يعني هي فوز وخسارة والتعادل أحنا كالزوراء بصراحة عشي لك عن الزوراء فريقنا جاهز ما بنقوصات يعني دن هيئهم نفسيا ويكون تركيزهم عالي بالمباراة اللعبة الزوراء والجوية تختلف يعني أنا شنا تلاعب ومدرب ومدير فريق عندما تلعب الزوراء والجوية لها طعم خاص حتى اللاعب يعني تشوفه أعداء يختلف من ما يلعب ويالجوية للفريقين وإحنا معاولين على جمهورنا جمهور نوافي يزعل باتشر يرجع إن شاء الله عندما الفريق يقدم مستوى ويفوز راح أشوف الجمهور كله راح يلعى هازيج والأغاني وفرحين وأيضا الكابتن أيوب يعني المساعدين اللي موجودين مياه واللاعبين وكهوه كجهاز طبي وإداري الحمد لله وشكرا لا توجد لنا هنا أي أصابات هذا وصفت جماهير القوة الجوية ومباراة فريقها أمام الزوراء ضمن منافسات الجودة الرابعة عشرة من الدور الممتاز بالحاسمة للتفرد بصدار ترتيب الدوري والبوابة لحصد اللقب هذا الموسم جمهور القوة الجوية مهم المطار والحار والبرد أيام اللي ترابحنا هنا موجودين بالحار موجودين وبالمطار موجودين ومساندين للفريق كل الأخوة جمهور القوة الجوية يعني مباراة الزوراء هي بدون منافسة مو مصطدرين هسنا وتلقى جمهور القوة الجوية يجي يسويها قمة كيف ما إحنا مصطدرين راح أشوف باجر جمهور القوة الجوية يمتلئ الملعب اللون الأزرق يشوفوا العلم بديهم لأن هاي هي كسنة يصير لعبتين كل مباراة عندنا مهمة وكل مباراة بعدها عن ثلاث نقاط لأن هذا دوري اليوم الدوري تعرف راد لجهد راد لإهتمام راد لدعم من خلال الهيئة الإدارية ودعم الكادر التدريبي لللاعبين وتعاون للاعبين ويعني كادر التدريبي وأنا كجمهور هذا مو جديد أحنا كجمهور القوة الجوية احنا أول جمهور اللي شجعنا بالتمرين عندنا احنا مباراة الزوراء لها طعام خاص كلاسيكو العراق وتعرف الزوراء جاي من انتكاستين ويطلبة ويلكهرباء وهم عادين للعدة بس احنا كالقوة الجوية حبر على ورق أفضل بس كرة القدم بين القوة الجوية والزوراء ما تعرف الزوراء جاي من خسارتين والقوة الجوية جاي من فوز على الطلبة وإحنا متحضرين لها المباراة وعدنا لاعبين منتخب وطني ومستعدين للباراة استعداد قوي وأتمنى من جمهورنا الحضور من وقت على مود نقدر نبني الملعب صورة صحيحة وردي التجيع النظيف إن شاء الله مباراة غدا إن شاء الله الجوية طالع نصر من فوز على الطلبة إن شاء الله باشر اللعب حلو إن شاء الله نقلبه بكين واحد بحير الله تتجه الأنظار يوم غدا نحو أستاذ الشعب الدولي سيحتضن مباراة كلاسيكو العراق بين قطبي الكرة القوة الجوية والزوراء لما لها من أهمية قصوى لدى جماهير الفريقين إذ يعيدها من يكسب النقاط الثلاث بمثابة حصد لقب الدوري المزيد في سياق هذا التقرير قمة عادت إلى تصدر المشهد من جديد صراع امتد لعقود من الزمن ذكريات وأرقام خالدة بسجلات دورينا ألوان الأبيض والأزرق سيختلطان مرة أخرى من أجل حسم معركة عمادها النقاط الثلاث والصراع الجماهير الأزلي النوارس سيدخلون المباراة تحت ضغط تحقيق الفوز لضرب عصفرين بحجر واحد أولهما العودة لصدارة جدول الترتيب والثاني لتعديل مسار الفريق بعد أن تعثر آخر مواجهتين لذلك سيبذل أبناء أوديشو كل ما في وسعهم لحصد نقاط المواجهة أما الصقور فمهمتهم الأولى هي استياد النقاط الثلاث وتعميق جراحات منافسهم وتعزيز صدارتهم لسلم الترتيب بالابتعاد عن أقرب ملاحقهم بخمس نقاط مباراة دائما ما تكون حملا ثقلا على كل من ارتدى قميص الفريقين وجلس على دكة الإدارة الفنية لأن الفوز بها يكون بمثابة لقب بالنسبة للجماهير التي ستملأ كعادتها المدرجات وتهتف بيعلى الأصوات لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل وحظ الانتصار التاسع لهم هذا الموسم نزال دائما ما يحمل في طياته الكثير من المفاجآت فيه تلغى كل المعايير والعوامل ويبقى العشب الأخضر هو من سيحدد الكفة الراجحة في قمة الجولة الرابعة عشر أحمد الهارف العراقية الرياضية يستعد فريق الكهرباء لاستقبال نفط ميسان في ملعبه المفترض الزوراء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور المنتاز وعينه تتجه نحو خطف النقاط الثلاث وتعزيز مكانته في ترتيب الدور ليس من الصدف أن تصل إلى نهاء الكأس في مناسبتين سابقا ولكي تؤكد هذا الأمر عليك إثبات الذات في منافسات الدور الممتاز والكهرباء مع لواء صلاح ما زال يزاحم الكبار ويقف في الترتيب الثالث متقدما على فرق جماهيرية ومنها صاحب اللقب الشرطة الحقيقة نفكر هو تحقيق طموح عالي أكو إمكانية أكو قدرة إن شاء الله يكون موجودة فنحقق نتائج إيجابية نتائج جيدة وممكن أن نحافظ مع الفرق الفوق الكبار جهد الإمكان فالدور العراقي دوري صعب وما صعب التكاهنات به كل الفرق وتقاربة تقريبا من الأول لمرتب العاشر أو الدعش هو فرق 7-8 نقاط 9 نقاط هذا اللي على قوة المنافسة إحنا مراكزنا نتقدم إن شاء الله في الأربعة المربعة الذهبي أنا ذكرت بالسابق يمكن أول لقائلية نادي كهرباء هايسان يختلف جذريا ليكسب منيه من ثلاث نقاط واحتوار ست نقاط نلعب كرة قدم حقيقية الحمد لله والشكر هذا شادوبي جميع متخصص في كرة القدم إن شاء الله نعزز هذا الشيء المباراة القادمة إن شاء الله المباراة المقبلة للفريق البرتقالي ستكون أمام ضيفه نفط ميسان إذ يعلم أهل الدار بأن النقطة التي خطفوها من الزوراء في الجولة الماضية ليست كافية لتحقيق الطموح بالمنافسة فالانتصار هو المطلب أمام فرسان المملكة تعرف التوقفات هي سلاح ذو حدين عما يساعدك في النهوض أو يكون عامل سلبي إليه قدرنا نستغل هذه فترة التوقف والحمد لله مباراة الزوراء كانت مباراة جيدة قدمنا بها مستوى جيد كنا الأقرب لخطف نقاط الفوز إن شاء الله المباراة القادمة راح تكون لانطلاقة جديدة إنه ونقدر نحقق من خلالها العلامة الكاملة تحضيراتنا للمباراة نفط ميسان صراحة تحضيرات عالية حريصين أن نأخذ ثلاث نقاط بأرضنا بجمهور نفط ميسان أيضاً راح يحضر صراحة نطام حين الموسم أنه يكون من فرق التي تضفر بالدور العراقي كلما كان هناك إسرار وبناء وصبر تأتي النتائج بشكل مقبول والكهرباء عمل على ذلك من أجل حصد الثمار في هذا الموسم عمد ركابي العراقي الرياضية كشف لاعب المنتخب الوطني آسو رستوم عن سبب فسخ عقده مع نادي السالمية الكويتي مشيراً إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية العربية جانب الأندية العراقية وأندية كردستان وبالخصوص ناديي أربيل ونوروز فسخنا عقدوي النادي السالمية على مدى الرواطب مالتي صار لي خمسة شهر ستة شهر لم يستلم ولا راتب بس استلمت الدفع الأولى الفترة احترافية مالتي تقريباً بالنسبة لي مميزة لأن سجلت وعرضت المستوى مالتي للدور الكويتي والعالم والحمد لله شكراً لنا فسخنا عقد وإن شاء الله ندور على النادي الآخر الذي نقدر نعرض لمستوى مالتنا طبعاً فسخنا عقد عن طريق المحامي مالتي والمحامي مالتي هو يسوي لي الإجراءات قانونية طبعاً اليوم البارحة سوى لنا المحكمة يعني عرضنا للمحكمة الدولية وإن شاء الله راح بعد أسبوع هم يعني يردون للجواب مالتنا يعني شن سووا شون ما سوين وإن شاء الله خير أعلن نادي أمانة بغداد عن تعاقده مع لاعب العهد اللبناني محمد قدوح لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي ويعد قدوح أحد أبرز لاعبي العهد ومهاجم من العيار الثقيل لكنه لم يشارك كثيراً مع الفريق هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً فقط ويشارك أمانة بغداد في دور الدرجة الأولى حيث يطمح للتأخل إلى الدور الممتاز ويستعد لمواجهة الحويجة ضمن الأسبوع العاشر من الدوري فاز نادي ثورة العشرين على نادي السلمان بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب المثنى ضمن الدور السادس من المرحلة الثانية للدرجة الثانية للدوري تغلب نادي ثورة العشرين على نادي السلمان بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب المثنى ضمن الدور السادس من المرحلة الثانية من تصفيات الدرجة الثانية دوري محافظة المثنى للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى شوط المباراة الأول شهد سيطرة لنادي ثورة العشرين وأضاعوا أكثر من هدف لينتهي الشوط بدون أهداف وبالضغط المبكر بدأ نادي ثورة العشرين الشوط الثاني من المباراة بهجوم على مرمى السلمان واستطاعوا من تجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب علي قاسم محاولات نادي السلمان لم تغير من نتيجة المباراة التي انتهت بفوز نادي ثورة العشرين بهدف مقابل لا شيء للسلمان الحمد لله وشكر الفوز في دور المحافظة المرثلنا على نادي السلمان ثلاث نقاط مهمة لفريقنا وإن شاء الله دافزنا بهذه المباراة نصدر نتأهل إن شاء الله إن شاء الله لوعي المحافظة ألف مبروك اليوم لللاعبين للكادر التدريبي توفقنا ثاني مباراة فوز بعدنا بالمنافسة آمان مثل ما نقول بدينا فريق عديناه بظروف صعب وحيل لكن روح الفريق اجتهادهم حرصهم حبهم للفريق هذا اللي جاي قدمونه والله إن شاء الله نحن اليوم بجهود اللاعبين بجهود الكادر التدريبي والإدارية الجديدة إن شاء الله بهذا السنة اشتغلنا شغل جديد على الفريق هي إدارية جديدة شبابية نقصنا اللمسة الأخيرة ما توفقنا نحن بيش اللعبة فزنا فزنا علينا 2-1 بسهولة لعبة تعرفتها لعبين مجدودين مضغوطين تعرف أوراق منافس ما هجت بعد ما توفقنا اليوم وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي ثورة 29 نقاط بينما بقي نادي السلمان على 7 نقاط لقناة العراقية الرياضية فرس الوهامي المثنى أعلن الاتحاد العراقي للتنس تعين المدرب المصري محمد عثمان لقيادة المنتخب الأول وحضر توقيع العقد في مقر لجهة الأولمبية العراقية رئيس اللجنة رعد حمودي ورئيس اتحاد التنس سيف العقالي وأشار حمودي إلى ضرورة التزام اللجنة بدعم الاتحادات الوطنية عبر التعاقد مع الكفاءات التدريبية العربية والأجنبية من جانبه وعد زكي بتقديم كل ما بوسعه وتوظيف خبراته من أجل الارتقاء بإعداء ونتائج اللاعبين العراقيين يواصل منتخبنا الوطني بألعاب القوى البرالامبي معسكره التدريبي المقام حاليا العاصمة بغداد استعدادا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وستقام البطولة في تونس شهر شباط المقبل وتوهل هذه المسابقة لبطولة العالم المقررة في العاصمة الفرنسية باريس الفين وثلاثة وعشرين وكذلك إلى برالامبيات باريس الفين واربعة وعشرين ويضم المعسكر المدرب علي جبار واللاعبين ولدان نزار وعلي مبارك أو اللاعبين وفاطمة فاضل ومحمد طالب ومحمد فهد وأحمد فاضل وسلمان ثويني وعبدالستار سلمان وحسين حسن ونادر إبراهيم على صعيد آخر يشارك منتخبنا للجود والمكفوفين في بطولة الجائزة الكبرى التي من المؤمل إقامتها في مصر خلال المدة من التاسع حتى السادس عشر من آذار المقبل ويأتي وحيد كاظم على رأس الوفد الذي يضم أيضا عليه عبدالخالق مدربا وأربعة لاعبينهم قصي سعدي وطاه رعد ومرتضى إبراهيم وسجاد محمد النشرة مستمرة وتشاهدون فيها في قرعة كأس ملك إسبانيا برشلونة يواجه ريال مدريد وأساسونا يلاقي أتلتك بالباو أسفلت قرعة الدوري نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا التي جرت ظهر اليوم في مقر الاتحاد الإسباني في العاصمة مدريد عن مواجهة فريق أساسونا بأتلتك بالباو وريال مدريد بمواجهة برشلونة ويقام هذا الدور على موارتين بنظام الذهاب والإياب وسيكون لقاء الذهاب في الثامن من الشباط على يكون الإياب في الأول من آذار المقبل وستختلف مواعيد مواجهات الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية نظرا لمشاركة المرينجي في كأس العالم للأندية في المغرب خلال شهر شباط المقبل جرد برايتون ضيفو ليفر بول من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب فالمر ضمن لقاءة الدور الرابع من عمر المسابقة وافتتح ليفر بول التسجيل عبر هارفي إليوت في الدقيقة الثلاثين وعدل لويس دانك النتيجة في الدقيقة الثلاثين وعسجل كاورو ميوتا هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيف ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من الليقة على ملعب سانتياغو برنابيو وبهذا التعادل يواصل الريال احتلال وصافة جدول ترتيب الليقة برصيد اثنتين واربعين نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر برشلونة بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد تسع وثلاثين نقطة أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن رضاح بأداء الفريق ورغم التعادل السلبي أمام ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة التاسع عشرة من الليقة أنا راضي عن أداء الفريق ولكن التعادل كان مؤسفا لأننا لعبنا بشكل جيد جدا وكنا نستحق الفوز ولعبنا مباراة متكاملة وأحد أفضل مباريات الموسم لقد قدمنا أداء جيدا للغاية مع الكرة ودونها لكننا افتقدنا للتسجيل وكنا قريبنا منه ولعبنا تسعين دقيقة بكثافة كبيرة وريال سوسيداد لم يلعب بطريقته لأننا ضغطنا بشكل جيد في الأمام أما كاما فينجا قدم أداء جيدا وهو خيار بالنسبة لنا بسبب جودته وطاقته وهو لم يعتد اللعب كظهير لكنه مع فينيسوس صنع العديد من الفرص عزز أتلاتيكو مدريد مركزه الرابع المؤهل إلى دور أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الصعب على مضيفي أساسونا بهدف دون رد في المرحلة التاسعة عشرة من الدور الإسباني وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والسبعين الأرجنتيني رودريغو دي بول وبفوزه العاشر هذا الموسم ضمن أتلاتيكو البقاء في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه فياري هال بينما تجمد رصيد أساسونا عند 28 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السابعة في هذا الموسم انتزع فريق نابولي فوزا قاتلا من أمام ضيفه روما بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي سجل هدفين نابولي كلهم من فيكتور أسمن واجيوفاني بينما سجل ستيفان الشعراوي هدف روما الوحيد وبهذا الفوز وصل نابولي ابتعاده بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بفريق 13 نقطة عن انتر ميلان أقرب منافس له بينما تجمد رصيد روما عند 17 نقطة في المركز السادس مشاهدين قبل الختام أذكر بالعناوين خلال لقائه السفير الإيراني وزير الشباب والرياضة يؤكد ضرورة استئناف العمل في ملعب التاجيات غدا منتخب الشباب يخوض وديته الأخيرة في معسكر تركيا ومنتخب الصالات يبدأ رحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة غدا انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتاز ومباراة الكلاسيكو يتصدر عنوين الجولة في قرعة كاسي ملكي إسبانيا برشلونة يواجه ريال مدريد وأساسونا يلاقي أتلتك بالباو وللمزيد من الأخبار وابداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستجرام تقبلوا تحياتي ضياء المرسولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر